السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم جديد على قناة الاستاذ الافتراضي او صفحة بخوفكم. في هذا الفيديو بغيت نعطيكم واحد البرنامج جديد المراجعة. باش تستغله بشكل جيد العطلة اللي عندكم دابة. واللي كتزامن بطبيعة الحال مع رمضان. فمني كنقول له رمضان يعني را عندنا الصيام. عندنا الامشاك. عندنا وكذلك في الاخير الافطار. يعني هات لازا ديال الامور خصنا نردوا لهم البل. وخصنا يعني نسايرهم. ونوجدوا لهم واحد البروغرام اللي يحترموه. كذلك ما نفرسي وشتيع في رأسنا. في إذا لاحظنا الوقيت ديال الامساك عن الطعام. يعني الفجار فوق قوي شكيكون حنغان ان هي نحن غين نهذه بشكل عام حول المغرب كامل. ما بحضرته. ما بين الربعة وخمسة و二十九 دقيقة حتى الخمسة القلعة فهذا الفترات هذه كاملة تكون فترى ديال الامساك السلات بطبيعة الحال ديال الفشرة. ثم الوقت المهم دينا هو الوقت دينا الإفطار اللي غادي نقوله ما بين سبعة قل أربعة حتى السبعة داكو فمن خلال هاد الحي الزماني اللي كاين ما بين جوج هاد المواقف فأنا درت هاد البرنامج هادا اللي بيانسو برنامج جنرال أنا بناء على التوقيت هنا كنعطيكم بحل واحد الفكرة وانتم غا تأضبطوها على حسب النمط ديالكم انتم ما ديال اللي عايش فقشكا تاكل فقشكا تنعسوا حسب دروة ديالكم فقشكا تكونوا يعني الدماغ ديالكم مفتوح ومستعد للدراسة وكذلك مهم كل واحده الخاصية دياله فهنا يا أنا كان قول مثلا من اللحظة دياله الخاصية ديال الصبح فهي من الافضل تكون فطرة ديال النوم ممكن تبقى نعسين احتى يفقوكم الاهل ديالكم الافطار فكل واحد السحور كل واحد فقشكا تتحر وكاللي كيتعشار طبيعة الحال مهم أنا كان عطيكم غيم وحاوله من الثلاثة بين شغل الربعة ونسك تكون فطرة ديال الاكل فطرة ديال السلاة فطرة ديال الترفيه اللي بغاي يتفرش شي حاجه ولا يرفع على رسو ولا اللي غادي نودي غاكتو مه يتسحر ويتنا الفجر تقدر يعني يتنا وكتا ديال الامساك من بعدها هنا النصيحة فكن نتمنى انكم ما ترجعوش نعسو سيف غادي جيكم صعيبا وهذا ولكن مني غا تكونوا فيقين غا سديجا راكم فقتو اه فين كالاشكال ولي غا يؤثر عليكم على اليوم ديالكم الموالي هو إلي رجعتو نعسو فرصيتو على راسكم باش تنعسو ومني غادي تنعسو غادي تنوضو غا تنوضو شوية راسكم كي حرقكم مع الصيام ما غا تنوضو شو ما ذك ماشي إلي كليتي بقيتي فايق فهدي أحسن فمن هاد اللي غا تبقى فايق من من الرابعة ونص حتى التناش يعني لوقيته ديال الفتر حتى التناش ديال النهار مقدروا نقول لوقيته ديال الظهور فكل هاد الفترة هذي غا تكون دراسة لغا تقسموها حسب الساعات وحسب المواد وانا غادي نعطيكم من بعد واحد النموذج اللي بطبيعة الحال خذكم تأهضاب طيوه على حسبكم انا غا نعطيكم غي نموذج وانتوما ديروا تغييرات لازيمة من التناش للاربعة فكنتمنى ان تكون هاد الفترة دياليال غا حا فترة ديالنوم فهنا هنا نقص ما امكن من من الترفيه a البرامج دياليال ما دره كل هكذا كاتب قمسجج الموادج اعلى مواقع التواصل الشماعي فتقدروا من بعد دبه هنا ك تتحلاء هاد الفترة ديال دراسة اخر هناك من كل شيء الذي يعجبكم للألعاب للمسلسات وخي يكون حامر كما قام قلوه غادي يعجبكم على الشيء غير الدماغ ديالكم بغي يهرب من المسؤولية ومن المراجعة فحاولوا أنتم تلعبوا على رأسكم وركزوا على الدراسة أكثر ما هو ترفيه دابا من اللوقيتة ديال المغرب اللي هي من ستا ونص هي ما بقى تحفظها من ستا ونص حتى لتشعود ونص فهذا اللوقيتة كاملة كاي اللي غاياكل كاي اللي غايات ترفاه كاي اللي غايمشي يصلي التراوح مع الأهل ديالو كاي اللي مهم غايت تفرج مهم هاد لوقيتة ديالو في هاللي بغيتو من تشعود ونص لحداش فكنتمنى أنها تكون دراسة ودي الحداش عالتيني سيرت نعصو وراكم كتعاوضوا لنعاس ديالكم إلا كان ناقص ما بين تناش ووججوش سيبو هكذا كتربحوو تا كدوزوا الوقت ديالكم ديالكم ديال ما تقولوش حقا ره رمضان ره غادي نعيه ولا نو انا بعد عن شهادة ناراني فقط مثلا هاد نهار مع السبعة ديال الصباح بقيت هاكدك حتى المغرب وما زال فايقة يعني وخان عاستي خمسات شباعة وداز النهار لأول مرة بحياتي ما كي حقني ثلاثي وما مرتش دازلية عادي علش لأنني بقيت فايقة ما نعيشت بزاف وبقيت فايقة فبالنسبة للي شخصيين ما اضطرش علي رمضان الحمد لله ولأول مرة في حياتي ما اضطرش عليها دونك هدا هو البرنامج وهذا كيبقى غير نموذج فمثلا اليوم الاثنين اللي غدا غي كيف قوت لكم النوم ضروري مع ثلاثة نوضو فمع ربعة ونصف بدل الحفاظة هنا كان خمسة وربعين دقيقة لحفظ القرآن واحد الجزء اللي انتهي غادي تكون مضيجا ببروغرامي أنك هدي تحفظو حفظو عقلتي علي هوادك ما عقلتيش مهم مرة اخرى ترجع لي خمسة ديال دقائق استراحة من بعدها ساعة ونصف راجح فيها انتيجون بشكل عامر لدي دايرا لكم واحد البرنامج ديال دعم دولة باكالوغيا فحاولوا ترجعوا لدك البلايليست ديال دعم اولى باكالوغيا مجاني وغتلقوا فيها الفيديوهيت الشاملة غتلقوا تلخيص دونك غتتحاولوا تتكون سمتراوا معه ساعة أنا راه دايرا في عشرين دقيقة دونك غدي تفهم الرواية كامل مستحية كاملة في عشرين دقيقة امورها كان واحد المعلومات عامة مهم راجعوا بشكل عام القصة واسئلة عامة فتلقواها في البلايليست خدموها دكرة ساعة ونصف كافية أنكم تفهموها مهم يكون تلخيص وتوجدو تنظيم ويكون تنظيم ويكون التلخيص معها راه القنوات اعطى الله اللي دايرين التلخيص كاينين الكتوبة اللي فيهم تلخيص فانتوما غينضموا فاتجو السوية كذلك ومثال بالنسبة للتلاميذ ديال الادام في راجعوا يشوفوا المهات شنو هما الدروس اللي خصومي يفهموهم ويعطوا الوقت اكثر للتربية إسلامية بالنسبة للتوقيت اللي كان يعطيكم انا غير اعتباطي يعني بناء على منظور ديالي ولكن انتم اللي غادي تكونوا في المعمعة فاراجعوا فأضبطي ووقت ديالكم على حسب القدرات وحسب الحاجيات ديال كل مادة من من بعد هامني غادي تتراجعوا لتنظموا الرياضيات ولا تنظموا الاجتماعيات صيرو التربية إسلامية إلا كانت ديال منظمة السببية فحاولوا تراجعوا شي درس انتم شوفو شنو اللي حاز اللي نقصكم في تربية إسلامية من بعد تناش الربعة صافي ما بقى تحفظة صيرو ترتاحو ونعشو ومع الربعة فيقو دونك غادي ديال ديال دوخة عاد نعاس نتفدك لاخول في قناتك بالمراجعة فراجع ذكي اللي حافظتي صبح يعني ما غادي دير فوال وغير في بالاستيك وخطي العقز تنود فبقى في بلاستيك وكتراجع ذكي اللي حافظتي وغير هو ما تكونش عندك الرغبة انك ترجع نعاس سيف غير غادي تحس باللعيابلة غير نعاس الشيطان ونودره هالنعاس غادي يمشي من بعدها دير واحد الانشاء باللغة الفرنسية اشين الساعة ديال مراجعة ديال اللي حافظتي صبح اي حاجة معلومة بغتي تأكد من وشح فتها من وراها انشاء بالفرنسية ضروري المهم تقرأ على الاقل تقرأ شي موضوع بالفرنسية وقالتها من المنهجية مهم شي بشكل الفرنسي تبقى تيكي لانج فرنسيز الوقت المكلارة هبينة من 6 ونص حتى ال 9 ونص ممكن تحبسوه في 8 ونص على حسب كل واحد فيكم في ذاك الوقت الذي ستبقى لكم قبل نعيس من 9 ونص صحيح حتى إذا كنت تفرج في التليفون نساعد لك كل شي وصير البلاسة التي تحفظ فيها ووجد المواد التي ستحفظها مغدا إذا كنت تستماعيات والتربية إسلامية نظامهم ودير واحد المراجعة خاصة المواد التي تحفظها دائما تحفظها ولا تشي جملة بغيت تحفظها بالفرنسية فارجعها في هذه الوقت اليوم الموالي هذا الشي اللي ختمتي به الليلة ديالك هو اللي غادي تبدأ به سي تاريخ انك كنتي وجدت القرآن فبدأ بالقرآن وجدت الاجتماعية بدأ بالاجتماعية تحفظها تحفظها من بعدها بنفس الطريقة ستراجعوا ثلاثة ديال المشاهد حاولوا تخدموه متحان أو تصحح تحفظها لا تقرأوا القصة فقط المراجعة ترجعون الاجتماعية بالنسبة العلميين مراجعة بالنسبة العلميين الأدبيين فحاولوا تبدأ التربية الإسلامية تراجعوها تحفظوها تفهموها مهم شي درس ونقسموا الدروس على حسب 4 يام على حسب 5 يام في العطلة وصيروا عادة للمات خدموا شوية ديال التامري نفس الطريقة ثلاثة درس ثلاثة درس تحفظوا تحفظوا رؤوس الأقلام المشاهد الأول فهمت في هذه المشاهد ونقسموا مراجعة ودروري تختموا الخدمة بالإنشاء سيئة نفس الطريقة ديروا إطلال على الإنشاء البارح لكي تترصخ وننسوش وقت الافطار في الليل ستحضروا المواد لحفظ اللغة دالية مراجعة درس التربية الإسلامية تقرأ وفهموا شيء حاجة عقلي كبير من نفس الطريقة عود لغة دالية تحفظوا القرآن مراجعة للثلاثة المشاهد مثل المتحان مثل الصحيح اجتماعيات او رياضيات او تربية إسلامية وممكن تدخلوا حتى العربية حسب حاجة لكم مصالات من بعدها مراجعة محافظة ضروري من يتفقوا منها ضروري تراجعوا تراجعوا كيف حفظوا الصبح لكي لا تنسوا ومراها باللغة الفرنسية كذلك ومثال تحضير مواد الحفظ وهنا سوف تدخلوا مراجعة الكلمة تراجعوا الكلمة الفرنسية التي اكتسبتهم سواء من او من او من الفرنسية يجب كل نهار يجب نهار الخميس سوف تكون حفظ القرآن مراجعة مراجعة الاجتماعيات سوف تراجعوا على الفصفة سوف تقرأوا وخاة سوف تقرأوا وخاة سوف تقرأوا وخدموا لتحليل التحليل والمتحانة المشاهد بالضبط لانا اونتيجون تحط فيها هذا المشاهد بالضبط لانا استراحة مراجعة الاجتماعيات وهنا هنا انا نسيت ملغيت لانا نعطيو الوقت الاكبر لانا تبقى لكم ساعة قبل 12 راجعوا فيها الاجتماعيات حفظوا مهم تباري التربية اسلامية والعربية والاجتماعيات اكثر او الرياضيات مرها سوف تتفقوا سوف تراجعوا وكذلك امتحانات خاصة بالفصفات لا تخدموا لانشاء النهار الخميس خدموا للفصفات لانشاء وفي الليل انشاء الى تحضروا المواد تحفظوا مغرب ممكن تحفظوا الاجتماعيات الانشاء اه اه الوقت بين العصر والمغرب خدموا فيها الفصفات بالنسبة اليوم الموالي يكون حفظ القرآن قراءة المشاهد المشاهدين من المتحان ديال انت ساعتين ديال الاجتماعيات او ديال الرياضيات او تربية اسلامية على حسب انتوما هذا ساعة ديال اللغة العربية او ساعة ديال التربية الاسلامية مهم انتوما هذا البدائف سوف نجعله لكم باش هكدا تتنظموا الوقت ديالكم وفي الليل بالنسبة ساعة ديال المراجعة محافظ محافظ وتما الانشاء اه بغضا ماشي في الليل في الوقت ديال مور العصر الانشاء وفي الليل هنا تحضير المواد ديال الحفظ ديال العضاء الاجتماعيات تحفظوها ايلا كنتوا مازال نقصة كمشي حاجه تحفظوها عاوسيني راجع الكلمات بالفرنسية باش هكدا ما تنسوش اليوم الموالي اللي غادي يكون كي صاد في يوم السبت فخصكم اه تحفظوا اه القرآن بطبيع كالحال ولا حفظوا الاجتماعيات اذا كنتوا تساليتوا للقرآن حفظوا الاجتماعيات ساعة ونصف غا تراجعوا ما تبقى من مشاهد ديال انتيقون باش هكدا تتساليوا معاها وخدموا الامتحانة من ساعتين اللي غا تبقى مراجعة شاملة لانتيقون داكت شاملة اسئلة عاوتيني مراجعة ديال المصطلحات المتعلقة بانتيقون نهار ديال السبت خليوه كامل تقريبا ديال انتيقون أبخي غا تكون نصف ساعة ديال مراجعة ما حفظ في الصبح إنشاء أبل الفرنسية وفي الليل ما غا تستراجعوا وتنظموا المواد ديال الحفظ لا غا تحضروا وتنظموا المواد ديال اللي عندكم سيمانة المقبلة إلا عندكم شي تمرين إلا عندكم شي حاجة خسكم تديروها ونهار ديال الأحد شنو غا تديرو غا تتفيقوا وغا تحفظوا ما تبقى من القرآن إلا بقتلكم شي حاجة أو من الاجتماعيات من مراها غا تتمشيوا تخدموا بالمواد ديال الأسبوع المقبل يعني ثلاثة تسويه حتى الأربعة تسويه أعطوها كاملة المواد ديال ديال الأسبوع المقبل من بعدها التنظيم ديال الغرفة مني غا تسالي والمراجعة كذلك من بعد مني تنعصوا تفقوا إنشاء باللغة الفرنسية وفي الليل أنا في نظري ما تراجعوا والليلة ديال الحد نضموا غا تكشي للدفاصات ديالكم الأمر ديالكم وصيروا تنعصوا بكري وارتاحوا باش هكتا لغة الفرنسية تقدروا تفقوا بكري وتمشيوا يعني المدرسة ديالكم وتكونوا مرتاحين نستسمح لطولت عليكم ما غير حاولت أنا يعطيكم فكرة اللي تكون شاملة وموضوع وبرنامج بحالي أنا كنصوبوا الراسي دونك خليلكم راحا الPDF غا تلقوا كيف ديما في اللقاء فيسبوك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر